طيب قبل ما نروح للحالات كان فيه لقطة مثيرة جدا للجدل وبطالها واللعب التجولي رجيء أهولو والحكم الليبي لمباراة الأهل والرجاء النهارة لما نبتري نستعرض اللقطة كان فيه في الدقيقة 44 اللقطة اللي اعترض على العيدة الرجاء لاحتساب ركل الجزاء وقبل ما يتوجه للبار الكرة دي كملت وراحت في وسط الملعب خد انظار رجيء أهولو في الدقيقة 44 اهي دي اللقطة اللي خد فيها الانظار رجيء أهولو في الدقيقة 44 اللي وقف بعدها الحكم علشان يروح للبار بعد ما استدعى الفار لاحتساب ركل الجزاء اللي احتسابها بالفعل وأهضرها نادي الرجاء في الدقيقة 45 طيب ايه بقى اللي حصل حد هنا مفيش مشكلة الكاميرا ما جابتش غير كده طيب نروح بعد كده لللقطة اللي بعدها في الدقيقة 61 دي نفس اللقطة دي لقطة دي دي 44 الصورة اللي بعدها على طول هتلاقي انه دي اللقطة التانية والانظار التاني لرجيء أهولو في الدقيقة 61 طيب ازاي العيب ياخد انظار تدي 44 ودقيقة 61 ولا يطرد ايه اللي خلاه ما اطردش انه الناس دايما بتتكلم انه طالما الانظار طلع يا كريم ما بيرجعش ولكن في حالتين مهمين جدا في راكل الجزاء احتسبت في نفس سياق اللعبة طيب يعني هي لعبة واحدة في لعبة واحدة راكل الجزاء لم تحتسب الحاكم كامل رجع للفار فرجع يشوف ضربة الجزاء وحسب ضربة الجزاء اذا هنا ده انظار بني على لعبة تانية طيب في حالتين ناس بتسأل طب ما الانظار طلع طب ايه اللي خلاه عمل في حالتين لو الانظار التاخد نتيجة سوق السلوك يعني ضرب بدون كرة يعني لعيب جاب جول وقلع التيشرت وبعدين الجولة حسب تسلل الانظار ما بيتلغيش ليه لانه ده انظار نتيجة سوق السلوك فسوق السلوك تم فهنا ما برجعش في الانظار انما هنا ده فاول عادي جدا فاول في وسط البلعب فالراجل خد انظار فلما رجع للفار ودي اللي الكاميرا ما جابتهاش لما رجع للفار الراجل ايد عنده انه تم الغاء الانظار واحتسب اللعبة السابقة لها اللي هي راكلة الجزاء فبالتالي الراجل خد انظار واحد في ديه واحد وستين ودي كاية فاكرت خبرنا التحكيم يا الكبير كابتن محمد جمال